السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجيد والذي يتعلقنا بالجديد في التربية الفنية مكون المسرح إذن هذه الوحدة الأولى الأسابيع 1 وجوج 3 و4 نعم عنوان هنا عدنا ملحمة المغاربة طبعا الأهداف التعلمية أتعرف القراءة الإيطالية والقراءة الأمريكية أطبق مسرحيا التموقع والحركة القراءة الإيطالية التعبير الجسدي ولعب الأطوار الإيقاع والرقص الحوار والإنشاد نعم نأخذ الوثيق الأولى ألاحظ وأكتشف أتأمل المشهد وأصير بخط نعم هذه طبعا ممثلة تقف وظهرها إلى الجمهور وهذا طبعا يغني ممثل يغني طبعا مستعمل الميكروفون وهذه الطفلة ترقص طبعا في منطقة مضاءة وهذه الممثلة ترقص في منطقة مظلمة ونلاحظنا جيدا لاحظوا جيدا هذا الممثل قد أخفى وجه الممثلة نعم هنا قلنا لولا تقف الممثلة وظهروا إلى الجمهور هي هذه مثلا ترقص الطفلة في منطقة مظلمة نعم ثم يخفي الممثل وجه صديقته بحركته نعم إذن وشهد تموقع خاطئ أم صحيح بالنسبة تقف الممثلة وظهروا إلى الجمهور فهذا تموقع خاطئ إذن سنصلها إلى هنا ثم عندنا ترقص الطفلة في منطقة مظلمة تموقع خاطئ يخفي الممثل وجه صديقته بحركته فهذا طبعا تموقع خاطئ لا يخفي وجه صديقته نعم أتأمل المشهد وأضع علامة في الخان مناسبة يغني ويرقص في الخلفية يغني ويرقص في الخلفية فهذا تموقع ليس رئيسي وإنما موقع ثانوي هنا تحيي الجمهور في المقدمة فهذا موقع رئيسي تحيي الجمهور المقدمة في موقع رئيسي ألاحظوا وأضعوا علامة في الخارج المناسبة تكلموا الممثلة وظهروها إلى الجمهور فهذا طبعاً ليس حوار مسموع إنما حوار غير مسموع هذا وجه حوار غير مسموع نمر إلى طبعاً هنا أتأمل الطريقة القراءة لدينا جوش قراءات هما هذة القراءة وهذه الطريقة ثم الجلس الوقوف والحركة وهنا الجلوس إذن لدينا قراءة أمريكية وقراءة إيطاليا أولاً سنتعرف على القراءة الأمريكية القراءة الأمريكية تتم وقوفاً مع المشي والتحرك في المواقع إذن وقوفاً مع المشي والتحرك في المواقع بينما القراءة الإيطالية هي هذه تتم جلوساً وبدون تحركها إذن يقرأ الممثلون الثلاثة أدوارهم وهم جالسون هذه قراءة إيطاليا يقرأ الممثل الممثلة دوريهما وهما يتحركان إذن هذه قراءة أمريكية تقرأ الممثلة دورها وهي تجرب الرقصة المعبرة فهذه قراءة أمريكية إذن نحن ميزنا بين القراءة الأمريكية وقراءة إيطالية الأمريكية طبعا تتم وقوفا مع الماشي والتحركات المواقع أما الإيطالية تتم جلوسا بدون تحركات الآن سأمر إلى أطبق وأتمر لأشارك في الملحمة أتمرن بعد التخصين على ما يزيد أتمرن على الحركة المنحنية لتحيي الدهور نعم أدي معروفها أن الممثل طبعا أول حاجة هو التحيي لجمهور يعني بالحركة المنحنية ثم أتمرن أنا وأصدقائي المشي الموحد المشي بإيقاع واحد ووفق إيقاع بالكف يعني مشي واحد ثم نمشي ونتوقف ثم نرفع بأرجلين على الآد نكررها حتى يتوحد الإقاع هذا طبعا عر تطبيق هذا لأشارك في الملحمة أقرأ حواري بطريقة إيطالية الحوار لك يا وطني أهدي هذه الورود إذن الطريقة التي أقرأها بطريقة الإيطالية يعني أقرأ الحوار بإيقاع فصيح وأنا جالس أهم حاجة إذن الطريقة القراءة الإيطالية يعني الجلوس أقرأها وأنا جالس فأجلس وأقول لك يا وطني أهدي هذه الورود نعم هذه مصطلحة مهمة القراءة الإيطالية والقراءة الأمريكية هنا أن تبقوا هذي مهمة بثاف أبدع في تقريد رقصة لأغني ملحمة أطلب من أصدقائي الإجابة بي واش رقصة عربية أم رقصة غربية أم رقصة أمازيغية أم رقصة هربية إذن هاي رقصة عربية أسألكم رقصة عربية هذه رقصة عربية معروفة هذه الدمي فلسطيني معروفة رقصة عربية طبعا عدنا رقصة أمازيغية لاحظوا رقصة أمازيغية إذن هذي أطفال يقوم برقصة أمازيغية ثم عدنا رقصة صحراوية رقصة صحراوية ورقصة غربية دي الغب معروفة نعود إذن إلى هنا طبعا همميزنا برقصة العربية ورقصة طبعا الأمازيغية والصحراوية أبدعوا في قراءة دوري بالطريقة الأمريكية لأغني ملحمة إذن طبعا ضل صديقي سألوني من أنت فأقف نعم أنا أتحرك وأقول مغربي فخور أنا طبعا إذا كان طبعا دوري يقول مغربي أنا فهو واقف ويتحرك أو لك أنت بنت بعد مغربية فخورة أنا طبعا صديقي سألوني كيف هو عملك طبعا أنا أواقف وأقول كيف هو عالمك أنا أواقف وأقول عالمي أحمر وسطه نجمة خضراء يعني وأنا أشخص أقف وأتحرك وأقول علمي أحمر وسطه نجمة خضراء صديقي أسألوا شعارك شعارنا الله الوطن الملك أقولها وأنا أعبر وأنا أتحرك هنا نعرف هذا جاد المالح جاد المالح كوميديو فكاهي مغربي من سنة 1991 ميلادية بالمغرب تابع دراسته في تنوية اليوطي بينين الداربيدان هذه تنوية اليوطي طبعا الفرنسية بينين الداربيدان التحق سنة 1998 مدرسة فلوران بفرنسا لمتابعة تكوين احتراف مجال الفنتمتيل كما خاض تجارب أخرى في مجال التمتيل السينمائي وحققت عروضه الفنية متابعة واسعة لدى الجمهوري في دول مختلفة مثل فرنسا وكندا ورويات المتحدة الأمريكية طبعا هو هذا الآن ده بعدمشنا الرقصة العربية والرقصة الأمازيغية والرقصة طبعا الصحراوية نمر إلى السؤال هذا طبعا أرحبه بسياح بلادي من خلال الصور التالية لاحظوا هذه الصورة الجيدة فالتي تعبر أن المغرب شعب مدياف أهله ويمتاز طبعا بهذا معروف بالشاي وكذلك بالطاجين والمغرب شعب مدياف أهله إذن ابدوا الحوار قاصرين لكل الصورة فهذه الصورة تقول لنا مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب تقول للسياح للأجانب مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب أهلا وسهلا هذه الصورة هذه تعبرنا على المآتر الدينية المآتر الدينية فهذا مسجد طبعا حسن تايبي الدار بيضا فهنا يقول فهمتي أهلا وسهلا لنتعرف جميعا على المآتر الدينية بالمغرب طبعا أعبر جسدين عن ما يأتي أقف مستقيما أجربه طبعا بشكل وهمي وخبيكوش عدنا أسخينوا صوتي ثم أشرعوا طبعا في غناء النشيد الوطني بالهم هامات فقط طبعا بدون ذكر الكلمات وإنما بالهم هامات لا أقول ما نبيت الأحرى وإنما أهمهم نعم طبعا حركات رجلية تطبيق الإقاءة وحركات رجلية تعبر عن حماس الإنشاد طبعا أتمنى أن تكون قد سفتتم الحصة الجاية إن شاء الله سنقوم بالتربية تشكيلية تشكيلية